جميع من يعتقلوه لديهم قالب جاهز اسمه أن تعمل مع المرتزقة والعدوان هذه التهمة الرئيسية للكل دون استثناء أصناف التعذيب حمزة دعني أكمل أما بعد ذلك تتنوع التهم تتفرع هذه قذر الشجرة يعني بعدين تتفرع الفروع مثل إحنا الناشطين الإعلاميين الصحفيين هذا أنت تحرّ ضد الدولة أنت تنشر التحريض ضد ما يسمى بالدولة يعني دولتهم يعني في زمن الحرب أنت تنتقد السلطة في زمن الحرب وهذا لا يحق لك نحن كلامنا وكلام نظامنا وكلام قياداتنا كلام موثق ومنزل وموكل من الله لا يقبل انتقاد ولا التجريح ولا أي طعن يعني وبعضهم أنت ترسل إحداثيات وبعضهم أنت تتعامل بمواقع وترسلها للعدوان وللطيران وهكذا وما شابه أما أصناف التعذيب كما تفضلت أصناف التعذيب متعددة السعق الكهربائي التعليق وهو أسوأ أنواع أسوأ من الكهرباء نعم التعليق تعليق يعني لمدة ساعات بعضهم إلى ست ساعات أنا أكثر مرة تقريبا ست أو سبع مرات خلال فترة السجن تعلقت كانت أكثر مرة يمكن ثلاث ساعات أو ثلاث ساعات ونص رأسنا على عقب؟ لا لا يعني ربط يدك وأقدامك تكون معلقة في الهواء فهذه يعني تعمل لك شد في العمود الفقري تسلخ لك الأكتاف يعني